سائل فل عليكم تحياتي لكم من قناتي قناة نروين الماجد يارب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة وتكون دايما وصفاتي اللي بقدمها لكم بتنال على أعجابكم ورضاكم وأهم حاجة تكون سهلة عليكم في التنفيذ كل سنة وانتوا طيبين هنبدأ دلوقتي بقى نعمل وصفات نباتية صيامة 100% بسيطة وسهلة تغيير بقى وحاجات لذيذة وحلوة وفي نفس الوقت تبقى حاجات خفيفة بعيدة عن القلي والحاجات اللي هي ممكن تتعبنا كلنا حاجات برضو بتسهل علينا وبتسهل على ولادنا كمان ان احنا نلاقي أكل متنوع يوم بيوم مايبقاش كل الأكل متكرر بيبقى في حاجات جديدة زي ما انتوا شايفين الطاجن طالع تحفة وجميل جدا جدا والوش اللي احنا حطينا من فوق ده جميل جدا والطاجن ده بقى من غير لبيض ولا لبن ولا لحمة ولا سمك ولا فراخ وما اللي هنعمله بايه بس في أيام الصيام بس لو يسا ما شاركتوش في القناة يريد بقدسوا على كلمة اشتراك تحت الفيديو بلون الأحمر اشتراك الجرس على كلمة تلكم ما تنسوش بقى لايك وشير ويلا هنبدأ للفيديو أول المكون عندنا هو البتنجان وطبعا البتنجان ده غاني عن التعريف يعني معروف بقى احنا طالما هنبدأ صيام أو هنعمل وصفات نباتية لازم يبقى فيه بتنجان بس احنا هنعمله النهاردة بطريقة سهلة وحلوة وفي نفس الوقت مختلف عن كل مرة هنجيب بقى برضو بطاطس هنقشر بطاطس وكل الحاجات اللي احنا هنستخدمها النهاردة هنقطعها زي ما انتوا شايفين ترانشات ويستحسن تكون تقريبا في نفس السمت علشان كل الطاج يستوي مع بعضه وعايز اقول لكم كمان حاجة مهمة ان احنا ممكن نستخدم حاجات غير اللي انا هقولها يعني لو عندنا خضار تاني وحابين نستخدمه ومفيش مشكلة بس انا تقريبا تقريبا كده لميت كل الخضار اللي في التلاجة جبت دلوقتي بقى الفلفل زي ما انتوا شايفين كده وشلت منه الجدر بتاعه من وراه وهدلوقتي هبتدي اني انا هقطعه برضو زي ما انتوا شايفين كده شرايح طبعا الطاغل ماينفعش من غير ارض فرت الحامل ده اساسي يعني جبنا دلوقتي بقى الخضار وقطعناه زي ما انتوا شايفين هنجيب زيت في طاصة بصوا احنا مش هنقلي بمعنى الالي لا احنا هنشوحهم تشويحة في الزيت طب الناس ما بتحبش الزيت ما بتحبش القلي بسيطة جدا ممكن تجيبوا الجريلا اللي عندكم مش تدوها بس تشويحة من الناحيتين طب لو ما فيش جريلا ممكن عاد تدخلهم من الفرن خمس دقايق وبعدين تشتغلوا بيهم ولو ما فيش لداء ولا داء ولا داء وانتوا عايتين تعملوا نايف نايف برضو ما فيش مشكلة انا عملتوا بكل الطرق خليبا لكم عشان كده بقول لكم ما فيش مشكلة ان انتوا تعملوا باي طريقة مجرد بس ان انا بخلي البتنجان معايا او البطاطس معايا تنشف شوية يعني صغيرين عشان ما تنزل للطاجن تبقى محتفظة بشكلها كل اللي بيعملوا الزيت او القلي او الشاوي او الفرن ان هو بيخلي الطاجن يبقى متماسك مع نفسه وفي نفس الوقت ما ينهريش لما يدخل بقى الفرن او يستمر زي ما انتوا شايفين كده انا سويت كل الخضار في نفس الزيت البتنجان والبطاطس والفلفل كمان تقدروا تستخدموا كوسة وتقدروا تستخدموا جزر وتقدروا تستخدموا بسلة وتقدروا تستخدموا اي حاجات انتوا تحبوا تحطوا جوا الطاجن ده مش هتقول لا او مش هيبقى فيه اي مشكلة خالص نجد الوقت نعمل معانا زي ما انتوا شايفين ايه الخلطة بتاعتنا او الحشوة اللي احنا هنحشي بيها الوصف بتاعتنا اول حاجة انا جبت زيت ونزلت عليه ببصلايا متقطعة رفيع وعليها في الفلاية حامية متقطعة رفيع برضو وبدأت ان انا شوحهم تشويحة خفيفة مع معلقة ملح وفلفل بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها كده مجرد تشويحة خفيفة مش اكتر من كده هننزل بقى عليها زي ما انتوا شايفين باربع طماطماط اكون مقطعاهم زي ما انتوا شايفين برضو بالطريقة دي ونبتدي ان احنا نبهرهم او نبتدي ان احنا نتبلهم احنا دلوقت هنعمل الصلصة مش لسه يعني الصلصة وبعدها كمان هنعمل الحشوة هننزل عليهم زي ما انتوا شايفين بربع كباية من المياه عليها معلقة كبيرة من النشا ده بيعمل ايه ده بيخلي الصلصة بتاعتنا تبقى نشفة كده وجامدة وفي نفس الوقت تبقى سميكة ما تبقاش صلصة خفيفة وانزل كمان بمعلاقة من معجون الطماطم او صلصة الطماطم لو مش متوفرة ما فيش مشكلة هي بس بتدي لون علشان الطماطم احيانا بيبقى لونها فاتح دي بس بتخلي الطماطم بتاعتنا او الصلصة بتاعتنا تبقى حمرة زيادة هبتدي ان انا اسويهم كده او اسبكهم وابتدي ان انا اضيف البهارات معايا دي بقى بهارات المشكلة عندي نص معلقة منها ونص معلقة من الشطة او البابريكا وعندي نص معلقة من كمون مطحون ونص معلقة من الملح وعندي معلقة من السكر معلقة صغيرة من السكر وكل ده ان انا اقلبه زي ما انتوا شايفين كده وابتدي ان انا اسبكهم تسبيكة حلوة بحيث كل البهارات وكل الحاجات دي تختلط مع بعضها وتديني بقى قوام الصلصة الحال معلقة النشا اللي دوبناها في نص كوباية المياه هتدي قوام هايل للصلصة كمان هنضيف معلقتين من الخل عشان التسبيكة تبقى متحدقة ومتزبطة نجي دلوقتي نعمل البشاميل بتاعنا اللي احنا هنصوي بيه او هنعمل بيه وش الطاقت هجيب معلقة من الزيت وعليها معلقتين كبار من الدقيق وابدأ ان انا نحمرهم بالشكل اللي انتوا شايفينه كده ويعني بمنتهى الكده خفة ان انا احاول ان انا اخلي معلقة الزيت دي تتواغل في كل الدقيق يعني عايزين زي ما انتوا شايفين ما نستخدمش زيت كتير وممكن على فكرة ان احنا ما نعمله منجر زيت خالص يعني ننزل على طول بالمية بس الزيت بيدي حاجة حلوة كده لدي ننزل بقى بكباية من المية عليها ربع معلقة من النشا بس مش اكتر من كده ونبدأ ان احنا نقلب كويس ونبهر البشاميل بتاعنا بالبهارات المشكلة والمالح زي ما انتوا شايفين بهارات توم بودر وبصل بودر وشوية شطة كده لو حابين تحطوا بابريكا او حابين تحطوا ملح بفلفل اللي انتوا تحبوا تحطوه مع البشاميل ونبدأ ان احنا نقلب البشاميل بتاعنا كده ونزود بالمية شوية شوية لحد ما يبقى معنا القوام متماسك نجي دلوقتي نعمل الحشوة اللي من جواب الحشوة بتاعتنا هي عبارة عن العدس هنمسك بقى العدس بالشكل اللي انتوا شايفين وكده وننقعه فيه المية كويس جدا لمدة ما تقلش عن ثلاث ساعات مية ساعة مش مية سخنة دي اول حاجة واجب بالتاصة بتاعتي وانزل فيها بمعلاقة ببصلايا كده متقطعة رفاية وفلفلية برضو متقطعة رفاية خلي بالكم كيفاء من الصوس والسلطة والخضار والحشوة احنا هنعمل كذا حاجة في الطاجب واجبنا طماطمية برضو متقطعة مكعبات وشوحناها مع البصل والفلفل بالشكل اللي انتوا شايفينه كده وهبدأ ان انا دلوقتي اجيب العدس بتاع العدس بتاعي تقريبا كده لما بدوس عليه بتهرس معايا ممكن على فكرة تدوله نص سلقة بس هو بالطريقة دي بيبقى افضل بكتير وهجيب الكبه بتاعتي اول خلاط وهبدأ او مطحنت الخلاط وهبدأ ان انا افرم العدس ده بحيث ان انا انا عمو لو اول ما هنعم معايا العدس هيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ابتدي ممكن ازود على فكرة ربع كباية من المياه لو الخلاط مش بيلف معايا وببدأ ان انا انزله الانزل الحشوة دي ما انتوا شايفين مع الطماطم والبصل والخضار بالشكل اللي انتوا شايفينه وابدأ بحط البهارات بتاعتي لانا حطتها مع صلصة الملح وفلفل والشطة والكمون المطحون والكسبرة ومعلقة صغيرة من البابريكا وببدأ ان انا دلوقتي اجهز الطاجن بتاعي شايفين ادي الحشوة بتاعتي بالشكل ده للعلم الحشوة دي ممكن نعملها بالعدس وممكن نعملها بالفول الصوية يعني انا عاملة اثنين هو واحدة بالعدس واحدة بالفول الصوية لايك يحط بقى لايك جوا الفيديو يلا نشوف نعمل هنعمل ايه هاجب الطاجن البايركس اللي عندي او الطاجن الالمونيوم اي طاجن بس البايركس بيبقى حل فانه بيبين شكل الحاجة وجمالها خبدا ان انا رس البتنجان اول حاجة شايفين البتنجان ولا شارب زيت ولا اي حاجة بس مجرد تشويحة خفيفة وهنزل عليه بعد كده بيق البطاطس بالشكل اللي انتوا شايفينه كده وزي ما قلتلكم تقدروا تستخدمه جزر تقدروا تستخدمه كوسة تقدروا تستخدمه اي خضار انتوا بتحبه بس هو يعني الطاجن بيبقى حلو بالخضار اللي انا مستخدمه ده يعني بيبقى شكله جميل وطعمه حلو وانجب الفلفل ونقطعه بالشكل ده ونوزعه في كل الطاجن وننزل بعد كده زي ما انتوا شايفين بمعلقة كبيرة من الصلصة وعشان اخلي الخضار كده ليه طعم لان الخضار طبعا احنا محطنش فيه اي حاجة غير ان احنا مشوحينه تشويحة خفيفة فالصلصة دي بقى اللي هي اللي هتسبك الخضار واتخلي ليه طعم جميل وننزل بعد كده بالحشوة اللي انتوا شايفينها كده الحشوة بتاعتي بمليها كده بملي الطاجن بيها في النص وزي ما قلت لكم تقدروا تستخدموا الحشوة بفول السوية وتقدروا تستخدموا الحشوة بالعدس مافيش مشكلة اي حاجة تحبوا تستخدموها مافيش مشكلة خالص خالص ونبدأ ان احنا بعد كده ندي معلقة كبيرة من الصلصة تاني على الحشوة بتاعتنا عشان برضو ندي الحشوة بتاعتنا من نفس طعم الصلصة ونبدأ بعد كده نرص كمان البتنجان بتاعنا مع البطاطس مع الفلفل والحاجات اللي احنا عاملينها الخضار كله نبدأ ان احنا نقفل به الطاجن بالشكل ده عايز اقول لكم اهم حاجة في الطاجن ده التسوية بتاعته هو يعتبر مستوي يعني احنا مش لسه هنسويه هو مستوي وجاهز بس خلي بالكم لما تيجوا تسووه احنا بنبقى حابين ان يتخلص بقى من كل المياه اللي جواه او السوال اللي جواه عشان حلوة الطاجن ده ان هو يتاكل كده زي يعني حاجة كده ناشفة ما بقاش فيها سوال كتير وتقدروا بقى تعملوا معايا رز او تقدروا تكلوا بالعيش والناس بتوع الدايت ممكن يعملوا مسلوق نايف نايف ويكلوا كده خالص من غير اي حاجة يعني اللي بيعملوا دايت ملهمش سبلة بقى في موضوع الصوم لاني انا هعمل لكم الفترة اللي جاية اكلات كتير للدايت وللصوم في نفس الوقت يعني مبقى فيش اي مشكلة خالصة كده كده احنا زي ما انتم شايفين قفلنا الطاجن لا لسه شوية فضل حاجة مهمة جدا جدا هي الفشاميل اللي احنا عملناه هنديه على وش الطاجن اه زي ما انتم شايفين انا هصب البشاميل على الطاجن اللي بتاعي مش خفيف اه طاري مش تقيل قصد وبيوزعه على الطاجن كله بالشكل ده شايفين جميل جدا جدا بقى رشة من الفلفل كله اللي انا عملاه الاخبر و الاخضر و الاصفر ممكن كمان اديها رشة جيمنا مززاري اللاسيامي لو موجودة تدخل بقى على فرن البتجاز على الشواية بتاخد بالزبط حوالي ربع ساعة أو تلك ساعة بالكتير بتطلع معنا التحفة وجميلة جدا جدا لو عجبكم الوصف بتاعتنا وأكلت النهاردة أتمنى بقى تكون عجبتكم لو عاجبتكم بتنسوش بقى تعملوا دايما يا رب على خير ورايب ترجمة نانسي قنقر